يعطيكم العافية يا صبايا وأهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة على قناتنا فكرة الطبخة مع أم أحمد لو أول مرة بتزور القناة بتمنى تعملي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات ليوصلك كل جديد بنقدمه من فيديوهات عن جد ممتعة فيديو اليوم إن شاء الله رح نحضر في وصفة حلة بسيطة هي بسبوسة العلبة رح نعملها بطريقة بسيطة ومكونات متوفرة بكل بيت والنتيجة أكثر من مميزة والحلو فيها ممكن تحضريها بصورة مسبقة وبسيطة وسريعة هي تعتبر حل للضيف المفاجئ ممكن خلينا نحكي هلأ في البداية رح نحضر معنا علبة قشطة أي نوع قشطة أنتو بتفضلوها أو بتستخدموها بنضيفها بوعاء عميق بنفس العلبة بعد ما نفرغها بنضيف فيها اللبن الراي بدرجة حرارة المطبخ بنضيف فيها علبة إلا ربوع من الزيت النباتي ورح نضيف عليهم ضرف من الفانيلا البودر لو عندك السائلة ممكن تضيفي نصف ملعقة من السائلة بنفس العلبة رح نضيف حبيبات السميد علبة كاملة لحون السميد استخدمت الحبيبات المتوسطة بنضيف عليها كمان علبة من جوز الهند مبشور جوز الهند هون طبعا عندنا متوسط أيضا الحبيبات رح نضيف عليها ضرف من البكين بابدر يعادل ملعقة كبيرة أو 80 جرام هي كل المكونات صارت جاهزة منقلبها بشكل بسيط باستخدام الخفاقة اليدوية وما رح تحتاج منا أي أدوات وهي تعتبر من الوصفات الناجحة 100% من أول مرة هالمقدار اللي تطلع معنا والخليط رح نستخدم له صنية خباز حجمها 28 هون أنا استخدمت قالب الشيز كيك أكبر حجم مقاسه تقريبا هم 28 بنعمله مسحة بسيطة من الزيت النباتي وبنضيف خليط البسبوسة فيه وبنوزعه كثير منيح رح تعطيكي طبقة بسيطة إذا كنت حابة سماكة الخليط تطلع أعلى ممكن تستخدمي المقاس الأصغر اللي هو بيجي أظني 26 وهيك بنسوي السطح بنرتبه وهيك صارت معنا جاهزة ندخلها على الفرن على درجة حرارة 200 عن رف الوساط ما أخذت تقريبا ربع ساعة صارت جاهزة بالنسبة للقطر كوب ونص من السكر مع كوب من الماء بنكونوا محضرينهم بشكل مسبق ليكون بارد وبنضيف القطر على البسبوسة القطر بارد والبسبوسة ساخنة بنستنى تقريبا ربع ساعة لتتشرب كل القطر وتصير جاهزة بنفكها من صنية الشيز كيك وهيك طلعت معنا جاهزة لأنه الدنيا رمضان إن شاء الله الله يهدي بالنا وبالكم رح نزينها بالفستق الحلبي على شكل هلال حتى تعطينا شكل حلو وخليني أفرجيكم قطعة منها كيف طالعة معنا من أطيب وأشهاء الكيكات هي جاية يعني بين البسبوسة والكيك طعمها جدا مميز وخفيفة ومرتبة بتمنى إن شاء الله وصفتنا لليوم تعجبكم وتجربوها بنفس الطريقة سريعة وسهلة وبسيطة وطعمها كثير مميز أهلا وسهلة فيكم شكرا لكم على حسن المتابعة يريد هلأ تعمل ودعم للفيديو بتغطي على زر الإعجاب أهلا وسهلة فيكم ترجمة نانسي قنقر